ترجمة نانسي قنقر وتطوير مهارتهم تعد من أهم ركائز استراتيجية النمو لشركة مطار البحرين منذ العام 2010 إذ نجحت الشركة في تحقيق نسبة بحرانة بلغت 80% حتى يومنا هذا أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام 2019 حيث يجتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 171 مليون دينار تليها أستراليا بقيمة 104 مليون دينار واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم صادرات وطنية المنشأ البالغة 145 مليون دينار وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 84 مليون دينار بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 52 مليون دينار وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة 51 مليون دينار أما الميزان التجاري فقد بلغ 492 مليون دينار مساجلاً انخفاضاً في قيمة العجز في الربع الثاني من عام 2019 والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية مشاهدين نواصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.21% مقفلاً عن مستوى 1537 نقطة وذلك عايد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدامات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و237 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 529 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة أما بالنسبة إلى أغلاقات بقية البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عن مستوى 9033 نقطة بانخفاض نسبته نصف نقطة مئوية تقريباً ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبته 0.33% وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبته 2.70% أما السوق دبي المالي تقدم بنسبة 1.73% وأخيراً سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبته 0.01% أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن لديها قاعدة صناعية متكاملة تصل لحد الاكتفاء الذاتي للعديد من صناعات الطاقة الكهربائية والمعدات في المملكة وبينت السعودية للكهرباء أنها تتوقع مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة لا سيما بعد إطلاقها برنامج بناء لبناء وتوظيف القدرات الوطنية مطلع هذا العام والتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدى 5 سنوات تقدر قيمتها بحوالي 25 مليار ريال أعلن بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد أكبر المصارف في الإمارات عن حصوله على تصريح من الرياض لفتح 20 فرعاً جديداً في السعودية وذلك في إطار خطة للتوسع في الأسواق الخارجية ووفقاً لبيان قدمه البنك لسوق دبي المالي فقد افتتح البنك الإماراتي أكضاً فرعاً جديداً في مصر كما أنه حصل على جميع الموافقات المتعلقة بصفقة شراء البنك التركي دينيز بانك من البنك الروسي سيير بانك ويعمل الإمارات دبي الوطني على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغفورة والمملكة المتحدة ولديه مكاذبة تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية والتي شملت ألفين فرصة استثمارية جديدة من بينها فرص في المشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى طرح فرص استثمارية للمرة الأولى في قطاع الأثر وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر أن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين وتطبيقا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل بيل جيتس يفقد مرتبته كثاني أغنى رجل في العالم بفارق 200 مليون دولار بلغ حجم استثمارات روسيا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في مايو الماضي نحو 12 مليار دولار وهو أدنى مستوى تبلغه الاستثمارات الروسية في أذون الدين الأمريكي في نحو 12 عاما وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات روسيا في السندات الأمريكية خفضت في الشهر المذكور بأكثر من 100 مليون دولار وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية بعدما كانت ذات يوم مستثمرا رئيسيا في هذه السندات ورغم الحرب التجارية المندلعة ما تزال الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية باستثمارات بلغت في مايو الماضي 1.11 تلريون دولار قال صندوق النقد الدولي أن نمو التجارة العالمية يتباطئ نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة والصين وآخرين وأن عدم تيقن طويل الأمد بشأن الرسوم الجمهورية يضغط على ثقة الشركات في أنحاء العالم وقالت إجيبا كوبنين كبيرة اقتصادي الصندوق أن نزاعات التجارة لها أثر جذري واضح على التجارة العالمية وأن الرسوم المطبقة في خدم حرب التجارة الأمريكية الصينية قد تمحو 0.5% من النمو الاقتصادي العالمي في 2020 مشيرة إلى أن النزاعات الدائرة بين الصين والولايات المتحدة قد يؤدي أيضا إلى تصعدات في سلاسل الإمدادات العالمية مؤجدة المخاوف المتعلقة بالاستثمار والإنتاجية مشاهدنا والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى 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 فقد رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس مرتبته كثاني أغنى رجل في العالم في التصنيف الذي يترأسه صاحب شركة أمازون جيف بيسوس واحتل رجل الأعمال الفرنسي بغنار أغنو صاحب مجموعة لوي فيتون المرتبة الثانية في التصنيف الجديد الذي أعدته وكالة بلومبرغ يزيح بذلك جيتس عن مركزه كوصيف لأول مرة وتقدر ثروة أغنو بمائة وثماني مليارات دولار متجاوزة ثروة جيتس بمائتين مليون دولار من جهته احتفظ بيسوس بمرتبته كأغنى رجل في العالم بثروة تقدر بمائة وخمسة وعشرين مليار دولار اشتركوا في القناة